موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم بقناة عالم الخيوط ان شاء الله اليوم رح نشتغل بترون كتير حلو وسهل ان شاء الله رح يكون هو من بتروناتي رح يكون هيدا الاسد حجمه مانو كبير كتير ومانو كمان صغير وتفاصيل وحلوة وسهلة وكمان ممكن نحن نعمل غير الاسد بنفس البترون الرأس والجسم منغير شوية شغلات ممكن نحن نعمل فيه اكتر من حيوان لنفس البترون هلا احنا بالبداية نحن نستخدم اكتر من الخيط في كون تستخدموا الخيط اللي متوفر عندكم ما شرط يكون نفس الخيط اللي انا استخدمته استخدمت لون هون لطرف الاقدام من تحت واستخدمت لون لجسم والرأس اللي هو الاساسي استخدمت لون البني لشعر الاسد وعملته بهي الطريقة طبعا في كون تعملوه بطريقة تانية مثل انه تغرزوا الشعر من هاي الجهة لكامل الرأس مثل ما نغرز شعر الدمية وبالنهاية فيكم تنشطو حتى يطلع نعم بس انا حبيت اعمل هاي الطريقة اسهل وحسيتها حلوة رح نستخدم كمان مقاس عشرة ميلي رح استخدم للفم نفس اللون يلي استخدمته لطرف الاقدام من تحت ورح نستخدم شوي من اللون الاسود للانف وللأطراف القدمين طبعا اكيد بدنا فيبر لحتى نحشي تستخدموا الرقم السنارة مع الخيط يلي متوفر عندكن هلا هوني انا استخدمت خيط قطن خيط عادي يعني يلو وبرة خفيفة فيكم تستخدموا خيط الكوتون جولد لو بتكون يا اكبر شوي رح نستخدم كوتون جولد بلاس ممكن لو بتكون يا اصغر ممكن نستخدم الاليزي ديفا رح نبدأ ان شاء الله اليوم بالاقدام ورح يكون عندنا اربعة يلي هني اليدين من الامام والقدمين ورح يكونوا نفس البترون للكل بالبداية رح استخدم انا اللون البيج ورح نعمل دائرة سحرية مع عقدة البداية رح نعمل بالدائرة السحرية ستة حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سكر دائرة السحرية كتير منيح ورح نطلع للدار التاني رح يكون عندي تزايد بكل الغرز يعني كل غرزة رح يكون فيا تزايد هاي تاني تزايد تالت تزايد رابع تزايد خمس تزايد والتزايد الاخير سادس تزايد هاي الدار التاني الدار التالت رح يكون عندي حشو بالغرزة الاولى والغرزية اللي بعدها رح تكون تزايد رح نكرر هاي المجموعة ست مرات لهاية الدار رح يخلص عندي هاي الدار باية 18 غرزة حشو تزايد رح اعملوا نورى الكاميرا وارجع لكم الدار رقم اربعة رح يكون عندي الدار رقم خمسة رح يكون عنا ادوار ثبات دارين ثبات كل دار رح ينتهي عندي باية 24 غرزة رح يقوم به اربعة وعشو والتالت رح تكون عندي تزايد رح نكرر هاي المجموعة ست مرات لهاية الدار حيث الدار رح يعطي عندي باية 24 غرزة رح اعملها وارجع لكم وصلنا لعند الضر رقم خمسة حللاء الدار رقم خمسة والدار رقم ستي رح يكون عنا أدوار سبات دورين سبات كل دور رح ينتهي عندي بـ 24 غرزة رح أعملون وراء الكاميرا وأرجع لكم وصلنا لعند الدور رقم 7 رح يكون عندي دور تناقصات رح أشتغل بالبداية 6 حشو 1 2 3 4 5 6 هلأ التناقصات عندي رح يكون 6 تناقصات وراء بعض أول تناقص نعمل تناقص مخفيف ثاني تناقص ثالث تناقص رابع تناقص خامس تناقص سادس تناقص حيث التناقصات لنهاية الدور رح يظل عندي 6 حشو 1 2 3 4 5 6 6 الستة ما رح كفيها نحنا رح نبدل الخيط رح نستخدم هلأ خيط الجسم رح نعود آخر غرزة بي الخيط الجديد بهي الطريقة هيك نشد الخيطين معنا هيك وبعدين رح نكفي أدوار سبت هلأ عنا من الدور رقم 8 هيدا يلي رح نبدأ فيه رح يكون الدور رقم 8 أدوار سبت رح نكفي 8 9 10 11 12 13 للدور رقم 13 يعني عندي 6 أدوار رح يكونوا أدوار ثابتة على 18 غرزة رح أعمل من ورا الكاميرا وأرجع لكم هيك نحنا منكون خلصنا القدم لاحظوا معي التناقصات يلي يعني منناه من الأمام 1 2 3 4 5 6 هي 6 تناقصات هلأ الرجل عنا من هون تناقصات من ثانية من هون شوي رح ناخد نحنا هلأ خيط لون أسود هيك نحدد القدم من الأمام رح أدخل أنا مثلا بزاوي هيك ورح ندخل من الغرز الأمامي مباشر هيك هيك الغرزة بالمنتصف رح أترك شوي من الخيط الأسود بهاي الطريقة هلأ رح نحدد نحنا الغرزة المنتصف من تحت ورح نترك هذا الفراغ ونروح للفراغ يلي بعده هيك هون رح نشد شوي هاد الخيط هون حتى ينشد معي الخيط الأسود شوي هلأ رح نترك من تحت هاي الغرزة وندخل بالغرزة يلي جمبه هون ورح نطلع نترك هذا الفراغ ونطلع بالفراغ يلي جمبه هاي الطريقة ومنحاول نشد شوي هيك وبعدين رح نترك هذا الفراغ وندخل بالفراغ هون ومشان نطلع رح نطلع من نفس المكان يلي دخلنا منه باول مرة هاي الطريقة منشد شوي من هون والخيط الأول كمان منشد شوي من هون شوفوا هيك وبعدين هادار رح نسبقون باعد نصدقايا الخيط والخيط هاد رح نطلو جواد الشاي هايك ما نكون عملنا الأقدام ومتل ما حكينا رح يكون عنا من نون أربع قطع هلا القطع الأخيرة يلي عملناها نحنا رح نترك رح نترك الخيط فيها هيك ورح نبدأ شغل من هون هلا لاحظوا عندي الماركر كان من الخلف نحنا رح نعد سبع غرز من الخلف رح نعد الغرزة غرزة الماركر هاي والغرزة يلي قبلها وبعدين نمشي اللي حتى نوصل عند السبعة واحد تنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة لأنه هاد الطرف نحنا بدنا يكون من الأمام ونحنا بدنا بس سبع غرز من الخلف واحدة تنين وبعدين رح نمشي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة رح نعمل سلسلتين واحد اتنين ناخد القدم الثانية ورح نعد سبعة من الخلف تماما رح نترك من الأمام ونعد سبعة من الخلف ومثلا يعني واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة هيك تقريبا تمام مهم انه يكون من الخلف تماما واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة هاي الطريقة هلا هذا الخيط فينا نقصه طبعا هلا شو صار عندي صار عندي 7 من القدم الاولى وغرزتين بالمنتصف و7 من القدم الثانية يعني رح يكون عندي 16 غرزة هلا رح نرتفع السلسلة هيك ورح نشتغل 16 حشو 1 2 3 4 5 6 7 على السلاسل 8 9 للقدم الثانية 10 11 12 13 14 15 16 هاي احنا وصلنا اول قدمين مع بعض هلا هدا يعتبر عندي الدار رقم هلا احنا بدلنا من هون بالدار رقم واحد وخلصنا دار السبات بالدار رقم 13 هون الدار رقم 14 ورح كفي انا هذا الدار على اساس انه هو دار واحد رقم 14 تمام نحنا رح نشتغل فيه 10 اسطر بس بدون منعدون منخلصوا بعدين منعد رح نرتفع هلا عاشر ادوار هلا احنا هون اشتغلنا دارين الدار يلي وصلنا فيه والدار يلي بعده هاد السابت بانت من ادوار يعني رح يكونوا عشر ادوار نشتغلون سابتين كل دار نحنا رح نرتفع سلسلة ورح نكفي ادوار سابتة 16 غرزة بكل دار رح اعملوا نور الكاميرا وارجعلكم خلصنا هلا احنا العشر ادوار فينا نعدهم دار 2 3 4 10 ادوار الدار يلي كان اول شي وصلنا 7 ب2 ب7 هذا للوصل يعني ما رح نحسبه المهم انه وقته لنخلص العشر ادوار رح يكون عنا رح يكون بهي الطريقة يعني رح نشتغل هلا الدار رقم 15 تمام الدار رقم 15 ورح نوصل الرجلين هلا نحنا رح ناخد السبع غرز بس رح يكونوا من الامام مباشرة رح يكونوا من الامام مباشرة 1 2 3 4 5 6 7 او من هون تقريبا هيك 1 2 3 4 5 6 7 7 تمام هلا هي هي الغرزة رح بالبداية ندخل بالغرزة الاساسية بعدين رح ندخل به غرزة الرجل عند اول غرزة رح ندخل به نفس الغرزة لانو ها ديكي كانت ارتفاع 1 1 بعدين غرزة من الجسم مع غرزة من الرجل 2 غرزة من الجسم مع غرزة من الرجل 3 3 4 5 6 7 ها هي الطريقة رح نعمل غرزتين من الجسم 1 2 بيبقى عندي 1 2 3 4 5 6 7 رح يكونوا من القدم الثانية رح يكونوا من الامام كمان 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 1 1 2 1 3 1 3 4 5 6 1 1 1 1 2 2 3 2 3 4 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 هلأ الماركر رح يكون عنا من هون تمام الماركر رح يكون عنا من هون فيكون تعلموا هاي الغرزة او تحطوا اي ماركر موجود عليكم هلأ انا رحضت خيط تمام هلأ شو رح نشتغل بقع هلأ الرجل كانت عنا 18 اشتغلنا منا 7 بقعنا 11 رح نشتغل على القدم الاولى واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانة تسعة عشرة احدعش هاي 11 غرزة هاي الخيط فينا نقصوه وصلنا هلأ لعند الغرز يلي بالمنتصف نعمول غرزة اثنين وصلنا عند القدم التانية القدم التانية رح نشتغل فيها كمان 11 غرزة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانة تسعة عشرة احدعش وصلنا لعند الطرف الاول هون هلا هون بيبعنوا نحن عملنا عشرة ادوار فهني رح يكونوا معنا عشرة غرز فينا نعدهم قبل ما نبلش فيهم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانة تسعة عشرة تمام يعني كل دور من النون رح يكون فيه غرزة حشو اول دور واحد اثنين ثلاثة شوفوا انا عم حط على الاطراف لانه ما لمكان الغرزة اربعة خمسة ستة سبعة تمانة تسعة واخر دور هون عشرة وصلنا لعند الاقدام الامامية ورح نشتغل 11 غرزة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانة تسعة تسعة عشرة 11 عند الغرزتين من الامام على الاطراف الامامية اللي بقوا مننون هي اول طرف هون والغرزة الثانية كمان الطرف الامامي منه هون 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 القدم الثاني من الامام كمان رح نشتغل عليها 11 غرزة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانة تسعة عشرة 11 بصلت لعندها العشرة حشو عن الطرف واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانة تسعة واخر غرزة عشرة هيك منكون خلصنا الدارة خمستاش او خمستاش هيك هلا خليني بس قص الخيوط الزايدة لحتى نحن نعرف شو احنا اشتغلنا هاي الماركر عندي كان من هون اشتغلنا 11 حشو على القدم من الخلف 2 حشو بالمنتصف 11 حشو بالقدم الثاني من الخلف 10 حشو من الطرف الامامة 11 حشو من القدم من الأول قدم من الأمام 2 حشو بالمنتصف 11 حشو على القدم الثاني من الأمام و 10 حشو من الطرف الثاني هيك بيكون صار عندي 2.60 غرزة اذا حسبتوهم او عديتوهم لازم يكونوا 2.60 غرزة هلا وصلنا نحن لعند الدار رقم 16 سوف نشتغل من الدار رقم 16 للدار رقم 25 يعني 10 أدوار تمام 15 هلا عندي الدار رقم 16 للدار رقم 25 أدوار 7 على 68 غرزة يعني كل دار رح يخلص عندي ب 68 غرزة رح اعملوا من وراء الكاميرا وارجع لكم ورسوا